مره الماضي كان اول فيديو بعملو عشي بتعلق بالتوجيه للمهتمين فيديوين تلعت ربما نعمل المره الماضي حكيت لكم عن ملكية عم اجزيون انا الفوارق بين وبرتش انجليش الامريكي البريطاني والامريكي اه الانجليز الامريكي والانجليز البريطاني حسب الكتاب عم احاول بس نساعدكم بنسبة للمكتاب طبعا ذا بفيد الجميع يعني خاصة للمره الماضي حكي عن ملكية اليوم الحكي على شغلة بسيطة هي الفرق بين طبعاً اللفظ بين أمريكا وبريطانيا تذكر الموضوع ما فيه أنه الفعل get اللي له معاني كتير ربما يكون هذا الثالث أهم فعل بلغة الإنجليزية لنفرض مبدئياً يحصل على بعدين الماضي منه على مستوى الأمريكا والبريطانيا التصريف الثاني أما على مستوى التصريف الثالث بيكون قبله have أو has أو بيكون مبنين مجمولة قبله was أوكي مبنين مجهول فنبلش هون بصير اختلافات بالبريطانيا بيقوله got يعني بيزدقل I have مثل هون you have have got some of you have got أما لو كان بالأمريكا فشو رح يقوله gotten التصريف الثالث بالأمريكا هو gotten فهي هي الفكرة التصريف الثالث من get بالأمريكا هو gotten لكن بالبريطانيا هو got نجاوب لكم مثالين من الكتاب المحطوطات تحرفين من الكتاب تقريبا some of you have gotten tired هدا American English some of you have بعد هادي يجب فعل تصريف الثالث التصريف الثالث من get بالأمريكا هو gotten بعدين some of you have got tired هاي بالبريطانيا تصريف الثالث من get هو got هدا بالبريطانيا so some of you have gotten tired some of you have got tired وهون معناتها مثل أصبح مثل become و became أوكي بعدين you طبعا become became become you have gotten very tall واحد شافت وعمت وفعلت له انتي شو صرت كتير طويل فبالأمريكا شو قالت له you have بعد هادي تعرفوا بعد هادي يجب فعل بالتصريف الثالث بالأمريكا التصريف الثالث من get قلنا got in you've gotten very tall أصبحت كتير طويل أما ببريطانيا لو عمتوا شافت له واحد فشو تقوله بالبريطاني تقوله you've got very tall لقد أصبحت طويلا جدا استخدمت got اللي هي تصريف الثالث بعد هادي طيب عطتكم مسال آخر كمان بس هذا المسال عاد من عندي هذا الوراة الكتاب john was angry john كان مع الصيف هادي تصريف تاني because he had تعرفوا الماضي من had الماضي من have have و has هو had هاد اسمه ماضي تام john was angry because he had gotten late to work لأنه وصل متأخر على الشغل بالأمريكا had gotten لكن لو بالبريطانيا حد يقوله أنت وصلت على الشغل لأنك وصلت على الشغل متأخر get to بمعنى يصل إلى هون اوكي فبشو بقوله got late to work بريطانيا got late لبريطانيا بالأمريكا had gotten بريطانيا had got بالأمريكا had gotten or had gotten آخر واحدة بركب لكم استخدمها has she has gotten بالأمريكا بدي أقول هي صارت فعلا متعبة أو مزعجة annoying فبالأمريكا رح يقوله she has gotten she has gotten really annoying بالبريطانيا رح يقوله she has got really got got really annoying لفظة بيختلف she has got really annoying أمريكا بريطانيا بعتقد الشغلة بسيطة بالأمريكا تصريف الثالث من get هو gotten تصريف الثالث من من get بالبريطانيا هو got يعني بدل نفسها أما التصريف الثاني فهو مشترك ها هي الفكرة بعتقد الشغلة بسيطة أوكي ضرورة تعرف بس إمتى بتحط الفعل بالتصريف الثالث سبب رئيسها الاستخدام هاف وهاز وهاد بيجي بعدهم فعل بالتصريف الثالث ها هي القصة وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة